شوف بعض الناس على السوشيال ميديا بيتغنى بأيام الملكية ويعرض صور لمصر شوفوا مصر كانت جميلة إزاي فاعدة الملكية زي هواني مجاردن سيتي كانت متقدمة إزاي كانت أجدادنا هم اللي كانوا نحن عايزين برضو نصحح المفهوم الحقيقة وابعين كان شكله إزاي وإيه اللي مهد للثورة هو فيه برضو خد بالك أنه فيه ترويج دائم لفكرة أنه أعداء الثورة الموجودين لغاية دلوقتي وكمان تيجي أجيال يعني تنزع إلى العداء لأنها لا تعرف التاريخ يعني ما فيش ميل للتعرف الحقيقي على ما حدث هو بس سمع الكلام عارف اللي ما يتألفه ماتش أنت ما عاشتش الموقف آه لكن كمان فيه حاجة أنه هنا محضرك بتقول الأجيال يعني وهي بتناقش الموضوع وتقولي الملكية طبعا أنت كنت في الفترة دي 18 مليون يعني الشوارع الفاضية دي ولم يكن أحد يمتلك السيارة إلا إذا كان وافر استراء يعني إنما أنت بتبص على الشوارع الفارغة أو الأصور الجميلة نحن أجدادنا ما سكنوش الأصور دي فهو بيتكلم عن ماضي فئة اجتماعية فئة النصف المية اللي كان بيقوله عليها وهذه لا تعنينا في شيء يعني ما كانوش أجدادنا ده لا يمستل في شعب المصري ومحدش كمان اتكلم عن مشروع الحفاء ولا مشروع الفقر والجهل والمرض لا محدش بيجي بسرطة طيب يا جماعة ده مشروع الحفاء ده كان مشهور جدا لدرجة أنه كان فضيحة يعني ما تناقش أنه هذا الشعب لا يجد ما يسطر قدميه مش اللابسه اللي فوق وأنه فيه منعشة دارة سنة 33 مثلا أنه فيه خناقة حصلت في مجلس النواب لأنه بعض الإقطاعيين شاهدوا فلاحين لا يرتدون الجلباب الأزرق لأنه الجلباب الأزرق هو جلباب العمل في الطين لكن لقاهم لابسين جلباب أبيض فصار ثورة إزاي يلبسوا جلباب أبيض دولجة لازم ما بيشتغلوش وكمان بعضهم وجدته يركب دراجة وكأن الدراجة دي شيء محرم على الفلاح يعني صورة ذهنية شديدة القبح ما فيهاش حس وطني ولا حس إنساني فلما تيجي صورة يولو هنا وهي أنا فكرة إذا كانت الصورة قامت ببدلة كاكي بدأت ببدلة كاكي وانتهت بحس شعبي يعني الصور اللي هي رغم أن الكاميرات ما كانتش عظيمة يعني تكنولوجيا لكن الصور بتقولك كانت صورة شعبية ولا لا يعني لما تبص على الناس وهي بطحيط بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر تعرف إنه هنا البدلة كاكي وهنا ده بقى أكدته دراسات في علم الاجتماعي العسكري إيه الأمريكي يعني العلم الاجتماعي العسكري أمريكي بيقول كده الجيش تعريف الجيش هو الفئة الاجتماعية الوحيدة القادرة على فعل سياسي منضبط فعل سياسي منضبط آه فهنا إنت لو قلت مثلا لمظاهرة شعبية أو الشباب اللي كانوا بيطلعوا له كبري عباس عشان يسروا على المحتل هل يمكنك أن تطلب من هؤلاء أن ينضبطوا في سلوك سياسي وتقدر تحسن غير قادر لكن لو قلت الكتيبة في الجيش ولذلك هتلاقي في مذكرات الزعيم الخالد جمال عبد الناصر جملة يعني شديدة العمق فرض الوضع علينا يعني هما ما كانوش الضباط الأحرار يميلون إلى أنهم يتصدروا المشهد دول كانوا بيحاولوا يتتبعوا خطوات القوى السياسية السائدة فبصوا على الوافديين لقوهم الحس الإقطاعي شغلهم بصوا على الإخوان المسلمين اللي هو التجاه اليمين المتطرف فلقوه ما عندوش حس وطني لأنه رفض فكرة الوطنية قال ما الوطن إلا قطعة من تراب عفن